الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن وفى وبعد مع الحديث السادس عشر من المئة الجامعة للقيم النافعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفك عليه هذا تحذير وقائي من النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يأخذ التدابير عند النوم فلا يترك النار لأنه لا يدري هل تأكل النار بعضها أو تأكل بيته وتأكل عياله لا سمح الله النار تنفع وتضر والواجب علينا أن نأخذ حذرنا يقول ابن حجر رحمه الله قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي يعني يجب عليك أن لا تغفل ويجب عليك أن تظل حريصا يقظا منتبها لا أن تترك الشيطان أو أن تترك النار تأكل بيتك وأنت لا تدري أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة في الدارين من النار والجحيم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة